السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين جيتكم كما العادة اليوم بوصفة جديدة اللي هي هو طبق تقليدي لمدينة تنس كما العادة نبغيدي من نحي الأطبق التقليدي التعنا اللي هو بوفتتا يلا همعي على بركة الله نعطيكم المقادير عندي هنا البطاطا الزرودية واللفت مقطعتهم وكعبات هنا زوج دوية الحار اختياري ورقة ورقة الرند وثلاثة نبان صغيرة ثوم ونصف بصلة 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 صغيرة لدي حبة طماطيش متوسطة مكرفجا هنا سوف نقوم باستخدام الكفتة ولم يكن لديهم الحم لقد أريد أن نقوم باستخدام الكفتة كما رأيكم لا نقوم باستخدام الكفتة نبان صغيرة ثوم كرفجا وعندي الفارينة اللي راح نخدم بها العجين التوابل عندي الملح عندي زرعة الغصبر القرفة والعكري عفوا فلفل كحل راس الحانود والزيت على بركة الله بسم الله دائما نضع الزيت في الطنجرة ثوم ثوم وبصلة صغيرة أو متوسطة نضع نضع على نار متوسطة ثم نضع 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 ملح نضع هذا الطبق كين يعني أنواع وأنواع كانت ما يذكرها على خير ويطول عمرها كانت يعني تدير زوج أنواع كانت تديرها بيضة وكانت تديرها حمرة كانت تديرها الحليب الجدتي اللي يرحمها نضع بالحليب كينا نعود نضع طبق بفتاتة يعني بطريقة واحدة أخرى والتعليوم سنضع بالطماطيش كما شفتوني راني حطيت الخضرة اللي هي الزرودية واللفت هم اللي يشدوا شوية فالطياب نضعهم على البصل وعلى نار قليلة مرة على مرة نحركهم ونبدأ هنا نضع العجينة اللي هي غير فارينة شوية ملح والماء الماء مشيدة عادي يعني الماء الحنفية نعجنها شوية نتحصل على العجينة مهيش قاسحة بزاف ومهيش طريا بزاف عجينة عادي نعجنها شوية مندلكوهاش ونخلوها ترتاح خمس دقائق إلى 10 دقائق ومرة نحركوا في الخضرات نحركوا الماء لن أجل مرة من أجل نحركوا فيها هنا نشيط حجر نضيفها التوابي نضيفها قصبر قرفة عكري ورأس الحانوت وضيفة وضيفة زبدة في البولات نضيفها مليح ونشكلها كورات صغيرة نضيفها صغيرة نضيفها مال في الجيس ونظيفها تتقلى ودعهم تقلوا ومرة على مرة نحرك طنجرة كما ترونين من عزل بعدها نفتحها العجينات تقصحها على شكل كورات كما نسمى وتخبزهم في القصعة بالزيت ترققها مليح العجينات وتقصحها بالموس داخل القصعة وتبدأ ترفض في هذه القطع وترميه في الطنجرة نفتحها بالحلال ونحاول نفتحها حتى تجيني رقيقة لا ننسى الطنجرة مرة على مرة ونحركوا فيها كما راكم تشوفوا هنا ياليبولات تقلع والخضرات طابت الزرودية واللفت نحطوا الطماطيش ونحطوا التوابل حطيت راس الحانوت شوية قرفابرك لا نكثروش غير شوية برك هنا نحط العكري زريعة القصبر ومريقة تعرنت كنت نسيت الفلفل ومبعد باش نحط الفلفل نغطوا عليها ونخلطوا ما تشتعنا طيب ونبقى ونحلوا في العجينة حتى نتحصلوا على ورقة 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 تكون كما الورقات على المسمن تقطعوها بالشكل اللي بغيتو بغيتو هم مربعات بغيتو هم مستطيلات بغيتو تقبضو يعني انبوند وتبقوا تقطعو فيها غير بيتكم وتقيسو في الطنجرة نقطعوها كذا بهذا الشكل هذا ومدرتها كامل على كل حال هذه العجينة مدرتها كامل يعني زايدتلي منها شوية ومدرت منها النص العجينة اللي شتوني خدمتها درت نصها ونص الباقي ساحتفظت به نديرها في الكونجيلاتور والوقت اللي نحتاجها نبغي ندير بفتاتها بالحليب ولا حاجة نعود نجبدها حياة نستطيع ان نقوم بالطبع حال هذه الفرينا ندير الفرينا باش هي اللي راح تخطر لي المرقة هنا الطماطي اشتعنا طابط نضع الحار بعد فكرت الفلفل كحلب اللي مادرتش في الطنجرة هنا نضع البطاطا ان البطاطا اللي عندي طيب الخف سينوي لعندكم البطاطا يعني تشت شوية في الطيب ارموها مع البولات ارموها معهم هنا حطيت الفلفل وزيت الملح يعني من اللح تضربوك مرة واحدة بعد ما نزيدش الملح نمرق تمرقوه على حسب الكمية اللي راحين نديروها نبقت لي هذا البوند راح نكملها والعجينة الأخرى خليتها يعني كما قلت لكم حتى فضت بها هنا هنا راني كملت الكمية العجين اللي راح نخدمها هنا هنا بعد ما غلات القدرة وعودت يعني على جل بطاطا بش طيب كيدخلها الطياب البطاطا يعني طابت بديت نرميه في العجين التاعي العجين التاعي كان نرميه تغليل قدرة غليازوج يعني ما ما تطورش بزاف غليازوج ثلاثا نطفوا عليها لسه نرميها لسه ثلثة نتعلم كمشة العجينة ما تلصق في بعضها ما هو لو خطر فيها الفارينة والمالة هذه الطريقة سهلة احسن ان تخبزها بالزيت وتقطعها كامل سوف ترموها مرة واحدة سوف ترموها في الطنجرة خاصة المبتدئات كما رأيكم ترموها في يدي كامل وليس لسقى نفذها بكل سهولة ان شاء الله تكون عجبتكم طريقتي في تحضير البوف تاتا كين ثلاثة انواع كين بالحليب كين بالطماطيش كين بالطماطيش وكين بالطماطيش كل واحد والذوق انا نبغي طماطيش لا نبغي شيء بيض نبغي الحليب فاني كبنينا بالصح نبغيها هكا مصير بعد اشتراك بوفتتا نضيفها في الطابق كما رأيكم ترى برد حاجة فصل الشتاء كما انا نبغي والمت رطبة الفم هيلة نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعطوني رأيكم اخوتي اخوتي اذا تشوفوها بالنفذها بالمغرف وتشوفو كيفاش المرقة تحت خاطرة يعني هذيك الفرينة اللي تكون باقية لسقة في العجينة هي اللي راح تعطينا واحد هي اللي راح تخفرنا المرقة يعني جينا واحد المرقة المرقة التحت يكون حريرة كما راكم تشوفو يعني جيت شاه هي فغيمو بنينة بزاف نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم واكيد راح اتعجبكم وبهذا خوتي اخوتي اخوتي نقول لكم اني وصلت لنهاية الفيديو متنسونيش بتعليقاتكم و متنسوش اللي تجربها تحطي تعليق وتعطيني رايها نقول لكم ابقوا على خير خوتي اخوتي اخوتي اتعالوا في روحكم الى فيديو اخر باذن الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة